بعد أن كانت مجرد توقعات ثم تحولت إلى نظريات ودراسات ثم صنعت منافسة بين كبرى دول العالم للوصول إلى تأكيد صحتها باتت الحياة على سطح المريخ متاحة للتجربة العلمية مشروع ناس الجديد الذي يهدف إلى فتح باب التطوع أمام أشخاص للعيش على سطح كوكب المريخ عاما كاملا للحصول على نتائج مهمة المريخ المأهول الواقعي في نهاية المطاف تقول ناس أن المتطوعين سيحصلون على أجر في مهمة محاكاة استكشاف الكوكب بالسير في الفضاء والانتصالات المحدودة بالوطن والطعام والموارد المحدودة وقد تواجهه معضلة فشل بعض المعدات ولكن بدلا من القيام برحلة محفوفة بالمخاطر إلى الكوكب الأحمر سيتعين على أولئك الذين يحصلون على الوظيفة السفر إلى هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية وتخطط نصل ثلاث من هذه التجارب مدة كل منها سنة واحدة على أن تبدأ الأولى في خريف العام المقبل عرض قبل بوجهات نظر مختلفة لكن بعض العرقيين قالوا إنه بمثابة خلاص من ظروف البلاد من باب السخرية على الواقع الأليم أسرى ترجمة نانسي قنقر